وهلا معنا مهندسة الديكور ياسمين المصري للحديث عن دور التصميم الداخلي في تعزيز علاقاتنا داخل الأسرة أهلا وسهلا فيك ونورتنا بيوم جديد صباح الخير كيف حالكم؟ أهلا وسهلا صباح الخير نورتنا هل يعني بدنا نحكي بشكل عائلي فعلا فيه مثلا ألوان معينة في البيت بتنفر الأفراد؟ طبعا بداية لازم نحكي عن موضوع بيوتنا هلأ بيوتنا مع الوضع الحالي أو التطور الحالي صارت تتغير الوظائف الداخلية اللي فيها فأنا بنصح كل حدا هلأ بيعمل بيته أو يعني بيشتغل أو بيشتري شيء أو هيك ما تتقيدوا بالفراغات اللي إحنا بس هم منحطها يعني كستاندرد يعني ما زي غرفة معيشة زي غرفة الضيوف إزمانس لا شوفوا الفراغات اللي أنتوا عن جد بتحتاجوها عشان تقووا علاقاتكم بالبيت لأنه البيت يعني بمعنى آخر البيت بيكبر معنا بنمو بتفاعل معنا فعشان هيك في كتير خصائص بتتعلق بأنه إحنا كيف نتعامل مع البيت من التصميم طبعا من التصميم يعني مثال واحد على يعني أمثل اللي صارت هلأ خصوصا بعد كورونا كتير ناس كانت تيجي تحكي بدي ألغي غرفة الضيوف ما إلها داعي مش بحاجتها إحنا في ناس كانوا يجي يحكونا أنا بدي أحول غرفة الضيوف لبزنس سنتر كيف أنا لما بطلع بأعود مثلا بالبزنس سنتر بدي أعود أحس حالي بكفاء أساس إنه مثلا هذا مكتب إلي شغلي كذا فصارت الوظائف الداخلية للبيت لازم تتفاعل معنا كأشخاص عشان فعلي نكون إحنا مرتاحين وتقوي علاقتنا في المكان اللي إحنا بدنا إياه أو بنحبه ومنه مثلا هذا الإشيء اللي موجود كما أشغلي مثلا إذا بنا نحكي عن أشياء مثلا إلها علاقة بالخصائص الأساسية للبيتسية الألوان اللون لما يكون مريح هادي رايق طبعا فيه أشياء ترند تطلع معنا بالسنين كل مرة بس هي بتكون الألوان فعلي اللي بتجذبنا للبيوت الأيوان الرائعة زي يعني كتير فيه أشياء من الأحياد الجري يعني فيه أشياء غير مثلا هاي الألوان وكل سنة بيكون في عندنا ترند في الألوان خصوصا إنه يعني شركات اللدهان بتطلعها فبصير الناس يمشوا معها مثلا زي الكريمة زي الكاباتشينو زي هاي الأصاص اللي عم تطلع معنا في كل سنة فبتلاقي إنه فيه هاي الألوان مش مملة وبنفس الوقات إحنا يعني مش ستاندرد يعني محايدة بتلاقيها بتزبط مع عفش البيت تعلم زي لون أنت أصدق عن اللدهان ولا أصدق عن العفش الألوان يعني فيه للعفش وفيه للدهان بس أشياء الأشياء الثابتة يعني مش المتغيرة بناقدر نحكي مثلا زي اللدهان له دور هلأ مثال كتير يعني مهم على أنه كيف لدهان بيأثر علينا أو كيف لون الإشي بيأثر علينا صح لون الغرفة هلأ فيه أمناتك حيط لأنه أكبر جزء من الغرفة فيعني يعني لون يكون قوي كيف مثلا فيه إحنا بالتصميم نتعامل مع فونكشن معين مثلا الفاست فود المطاعم بتلاقيها لونها أحمر أحمر لماذا؟ نظل قاعدين ونظل ناكل بالعكس هم العشان بالعكس تماما اسمها فاست فود بس الأحمر بيخلينا ناكل أكتر أسرع أو لا؟ لا بتخليك تقعد فترة بعدها تضوجي بكتروح بكتقومي فعشان هيك نفس الشيء بالمستشفى بروحوا للون الأزرق الهادي هذا بحسسهم بالراحة أكتر في بيوتنا نحن نميل أكتر شيء للألوان يعني البيج السكنية الأبيض حتى الأبيض رجع بشكل كثير كبير عم نشوفه برجع بس هو منيجي بنحكي هو مو بس الدهان هو مو بين اللايتينج والدهان والعفش حتى نوصل للراحة النفسية اللي لازم لحدا لما يفوت مثلا يكون مرتاح حتى الإناريات الإناريات في إلها انعكاس في إلها إرقام معينة ما منحطها بطريقة عشوائية لما نيجي نعمل تصميم في غرفة مثلا لضيوف إلها إناري معينة ورقم معين ولون معين غرفة الدراسة إلها رفليكشن معينة حتى حدا لما بيجي بدرسوا هذا دراسات علمية طبعا دراسات علمية بتكون مثلا رينج الإناري تكون مثلا بين 3-3 في 500 أربعة تلاف هي أريح إناري موجودة هذا كيف منعكس علينا وعلى توضيط علاقاتنا مع عضو حتى على الأسرة نفسها تكون مرتاحة الولاد بحبوا يجيوا يوعدوا في البيت بغرفهم وهم مرتاحين يوعدوا على بكتبهم يدرسوا حتى بأوقات معينة لازم نخلق فراغات مشتركة هاي الفراغات المشتركة احنا نتفاعل معهم يعني اللي عنده بيبي هاي من نقطة كتير مهمة لأنه صفينا عن جد من لأولادنا كل واحد قاعد بغرفته ومنعزل ما بده يطلع من غرفته حتى الأكل صار ياخده على غرفته يأكل داخل الغرفة فكمان لما بتوفري أساليب راحة زيادة عن اللزوم تحسي ما بدهم يطلعوا من الغرفة صح ولازم احنا نتفاعل معهم يعني ما تخلوا مثلا حدا عنده بلاي ستيشن بغرفة يضل قاعد عليها لأ تعالوا نخلق أجواء نعمل منتيروم نعمل منتيروم يكون كلنا قاعدين عم نلعب بيكون مثلا في بيبي بيلعب هون ولد أكبر شوي عم بلعب ببيت باربي مثلا هون ولد عم بلعب بلاي ستيشن هون حتى يكون التفاعل مباني الأسرة شوي أكتر احنا نشوف بعض يعني احنا ببيوتنا بتلاقي كل واحد أخذ غرفته وصار أنه خلاص صح هتشعري بأنه هذا المرتبط الموضوع كمان بتخصيص غرفة يعني احنا عنا مشكلة بأنه غرفة الضيوف اللي موجودة اللي ما حدا بيستخدمها هاي للضيوف ويمكن في القاون الأخير البيوت الجديدة ما عم بتكون موجودة فيها غرفة الضيوف ولكن في غرفة الليفينج روم خلينا نحكي اللي هي غرفة المعيشة دائما كمان بيكون فيه ماكلة هم الأم والأب إنها ما بدأت تصير تتكركب ما بيصير ما فيه ألفة في هذه الغرفة اللي بتسمح للأطفال يستخدموا ألعابهم إنهم يشعروا بحرية لازم تخصيص غرفة تكون غرفة عائلة حرية مطلقة فيها يصير فيها اللي لازم يصير بيضرهم كركب مش مهم مهم إنه يكونوا قاعدين مبسوطين المهم يكون فيه تفاعل يعني يكون فيه تفاعل اجتماعي أصلا بالغرفة يعني أوقات كتير بيكون فيه مثلا عندي بالغرفة مثلا زي ما نشوف هلا المطبخ مثلا الأمريكي يعني هو إشي نوع من الإشي اللي ترند الجديد بس فعلي قداش بأول علاقة لما تكون أم تطبخ شايفة ابنها قاعدة مثلا تحسينها زوجها في تسير يعني بيكون فيها تواصل أكتر فيه ناس مثلا بنزعجوا منه بس فعلي بس فعلي هو بيزيد العلاقة مع الأسرة فيه أوقات مثلا غرفة جنبي جنب غرفة الأعداء اخترعوا فراغات أنتو تكونوا بتلبي احتياجاتكم اعملوا واجهتها أزاز كاملة وخليها غرفة ألعب وظلكم شايفين أولادكم هم عم بيلعبوا أو يعني أنتو لازم يكون فيه تواصل بصري لازم يكون فيه تواصل اجتماعي أوقات كتير بيجي ناس بحكي لي ما بدي أعمل طاولة طعام بالمطبخة أنا مش بحاجة أنا أولادي عم بيأكلوا ستول تشير وبعدوا وبطلعوا هذا الشيء جدا سيء وجدا خاطئ لازم العيلة تجتمع طاولة طعام ولازم تكون يعني قياساتها معينة والطاولة المربعة غير عن طاولة طائرية ما بسير فعلا هاي بتقوي علاقات الأسرة يعني من ناحية علم النفس كمان قديم مربوط بالتصميم الداخلي مختلف تماما بالحضانات بيستخدموا الطاولة الدائرية أو بالروضات عمدا عشانها بتزيد العلاقات والتواصل البصري نفس الشيء الأسرة ما بسير إن نستخدم والله بس ستول تشير ويلا الولد أكل وطلع يعني كل واحد بيكون وجهه مشغوش بعض بزعب لازم يكون قبال بعض لازم يكونوا بيتحاوروا مع بعض لازم يكون الأكل محطوط بطريقة أنه الكل يكون قاعد علي فرضا هذا بالتصميم له كتير غيات وانهكاسات على علاقتنا الأسرية رجعتين الأيام زمان الأيام طفولتنا هذه كانت عن جد حلوة كلنا نتجمع إذا ما في صفرة نوعد على الأرض كلنا نلتم حوالين بعض وناكل إذا ما في تخوت ما في غرف نوم ننام كلنا جم بعض فعلا كانت روابط الأسرة أقوى وهنا بيش وشوفي أنت بذكرياتك عم بتحكي كتير تفاصيل مستحيل ننساها هذا في التصميم هذا علم هذا علم أن أنت عندما ترتبط بالأماكن فعلا طب شو اللي غير زمان على الآن يكون مهندسين الديكور غيروا غيروا التفكير الديكوري للمدد وغير هيك السرعة السرعة الأشياء اللي نحن هلأ منشوفها السرعة بتلاقي الأب بده يأكل بسرعة ويطلع الأب بدأت بسرعة الحياة صارت أسرعة كتير من قبل صارت مشاغلها أكثر طب طبعا نتحمل نسمع صوت دائما نروح الغرفتك ويمكن كمان السوشال ميديا صح بس إحنا منقدر نلغي هذا الإشي بالتصميم يعني ما تخلوا الأشياء الجديدة يتنعكس بشكل سلبي علينا خلي فيه السوشال ميديا وقعدوا كل العائل بسنة مروم اعملوا سنة مروم بدل غرفة لطيف مالها داعي يعني أعدوا احضروا مع بعض مثلا غيروا الفونكشن الموجود بالبيت لأي شي بي ويعني بناسبكم نحكي عن مساحات المنازل المساحة المعقولة اللي ممكن توفرن لكل هذه الميزات اللي ذكرتيها والتي بسيطة يعني مش بدون أي تحقيد عادة المساحات العائلة قد يكون يعني أشوف هي بتعتمد على أنه إحنا عائلتنا قداش فيه ناس بيجوا ببلشوا مثلا من نصف صفر بيكون عندهم بيتهم أو بيبنوا فيه مثلا بيكون عائلتنا يعني إحنا هلأ متوسط العائلة بتلاقيها أربع أشخاص يعني خمس أشخاص انكترت وبيكون فيها بفضل أنه يكون لكل ولد غرفة يمكن هاي الأشياء بتصير شوي مش قدرات الناس يعني بس على الأقل البنات ينفصلوا عن الشباب على القليلة يكون في عندي غرف يعني برايفيسي لقلهم وقت دراستهم وقت أعدتهم وقت لبسهم وبنفس الوقت نستخدم متيرة الداخلية مناسبة يعني مش ضروري البيت كله يكون حيطان صلد مقسمة ويلا فراغات عم بنفوت عليها أهم من هذا كله لازم تدخل تحسي البيت تفتوح كله هذا الاشي ايش اللي اريح بتحس فيه ما فيه بواب ما فيه حيطان الشمس اشي كتير مهم انك تاخديها الصبح او انها تمشي معاك في البيت يعني لما نيجي احنا نعمل التصميم الشمس بيسموها بتتحرك معنا حسب ما احنا من نتحرك في اليوم لازم تدور معنا ببيوتنا يمكن مش مية بالمية بس على القليلة نخلق هاي الفراغات او نخلق مثلا الواجهات الأزاز هاي الاشي كتير مهم نخلق التواصل مع الطبيعة هذا الاشي بيعمل انعكاس علينا وعنفسياتنا وعلى اماكننا يعني انت تكوني بغرفة القاعدة عم بتشوفي ولادك عم بلعبوا بره بجرين ايريا حلوة اشي كتير حلو وبيزيد هذا من التواصل فعلي بزيد من ثقتك انه هم عادين عم بلعبوا بأمان في مكان مسكر حتى الشمس قدي إضاءة الشمس مهمة تدخل عبيوتنا وتعطينا نفسياتنا يعني 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 المساجين لما يجوا نصمم سجون عشان نعطيهم ضغط بمنع عنهم الشمس تخيلوا الشمس قدي بصير في عنا رفلكشن أو رفلكت على نفسياتنا بأنها تكون مرتاحة وبتكون انعكاس قوي صح نشكرك يا سمين أعجلك مع اليوم وعلى كل نصائح اللي بتقدميها دائما فيما يخص عالم بالديكور والمنزل واليوم يعني موضوعنا نفسي أكثر من موضوع ديكور وألوان قدي هذا الاشي يبينعكس علينا شخصيا مهم تكون دائما الروح حلوة ويكون الواحد عايش بسلام وأمان وشاعر بأنه مرتاح مع عائلته والروابط العائلية شكرا جزيلا شكرا لك يا سمين